أول ما تشوف اقتران جواب الشرط بالفاء لازم تستخدر القاعدة بتاعته يجب اقتران جواب الشرط بالفاء إذا سبق بي اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبقد وبالتسويف التسويف يحمي الفعل لمين الجزء؟ اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبقد وبالتسويف التسويف يحمي الفعل لمين الجزء؟ اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبقد وبالتسويف التسويف يحمي الفعل لمين الجزء؟ نبدأ نطبق سنوية عامة سؤال رقم 51 ومن يعصى ربه يلقى أثاما يلقى لما نحطها فيه لازم يكون مبرر من السبعة دول لازم يكون جملة اسمية يا طلبية يا جامد يا ما يا لن يا بيقضي يا بالتسويف فعنشوف الاربع اختيرات اللي فيهم واحدة من الدول هي الصخرة فيلقى الفيه ويلقى ما فيش ولا واحدة من السبعة فسيلقى فيه اللي هو التسويف اللي هو سين يبقى فسيلقى دي تنفع وسيلقى اللي بعدها تنفع لكن فيلقى فيلقى دي بردك ما تنفعش لان ما فيش حاجة طب اختر فسيلقى اللي فيها ايه ولا فسيلقى اللي محزوف تليه احنا قلنا التسويف يحمل فعل من الجزم يبقى لازم نختار فسيلقى اللي فيها الياء بتاعتها لان السين بتحمي الفعل ده من الجزم فالفعل ده مرفوع بضمة مقدرة لكن فسيلقى الاخيرة دي اللي محزوف الياء ده فعل مجزوم يبقى السين ما حامدهوش والقاعدة بتقول ان السين بتحمل فعل من الجزم يعني ما يتشالش حرف العلة بتاعه طيب تطبيق تاني سنوية عامة من اعتصم بحبل الله فاستمسك به فلا شيء يديره بيقول لي ايه سبب اقتران جواب الشرط بالفا فلا شيء يديره ناخد واحد اول واحدة فلا شيء يديره هل هي جملة اسمية ايها جملة اسمية عرفت انها جملة اسمية ان فيها لانا فيها للجنس طب عرفت ازاي ان لانا فيها للجنس لا قبليها حرف جر ولا بعديها جر وظرف واسمها ناكيره فديها اهل يبقى لانا فيها للجنس لانا فيها للجنس بتخش على جملة اسمية تنصر المبتدأ وترفع الخبر يبقى ذي فلا شيء دي سبب انها اقترانت جواب الشرط بالفا انها جملة اسمية لانها جملة اسمية